إن القادر والقدير والمقتدر جاء ذكر هذه الأسماء في كتاب الله تعالى في أكثر من ثمانين موضعا وإن كانت مختلفة فمر يأتي بمعنى القادر أو بلفظ القادر ومر يأتي بلفظ المقتدر ومر يأتي بلفظ القدير فجاء بلفظ القادر على وزن فاعل في اثنتي عشرة مرة منها قول الله تعالى قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وجاء القدير في مواضع عديدة منها قول الله تعالى وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَبَ يَسَمْهُ أَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ وجاء المقتدر في أربعة مواضع منها قوله جل وعلا وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ وَقَالَ جَلَّ وَعَلَا إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ وجاء على صيغة الجمع في قوله تعالى أَوْ نُرِيكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ